هو يعني مفاوةee وأنت أواحد أنا مش عايز أكلم عملت لك الموكف جدا خلاص باعتك تصوتني وكيدا انموت كلين إحنا ن Ettبناتنا ب يعني أصلا رايح لق fame واني قراءة ممكن ازيلش ومن يومها وا افكرى إلي barre scheint عايز يعمل بقى علاقة معايا ويمشي معايا بالعافية غزبا عنها وهي تقول إيه لعين الأحبل اللي أنا فكرها بالصلو ده وعايز مني إيه وعادي طاردها بقى سنتين بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل متابعي قناتي قناتي ياسمين تليتيوب وأخبار النجوم اتحولت قضية نييرة أشرف لقضية رأي عام الكل في مصر والوطن العربي بيتابع تفاصيلها أول بأول علشان كده ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة هنشوف آخر تطورات الموقف وقبل ما نشوف تطورات الموقف وإيه اللي بيحصل بالزبط وإيه على طرفات المتهم بنوجه خلص التعازي باسم القناة لأسرة نييرة مش هي بس التعازي كمان لأسرة الشاب الشاب المتهم بقت لنييرة ما تستغربوش من كلامي لأن طبعا هو فعلته دي دمر أسرتين أسرته أسرة نييرة مش أسرة نييرة بس زنبها إيه والدته بعد ما ربته بعد ما كانت بتأمل فيه الخير أنه هو يضيع مستقبله ويضيع حياته كلها زنبها إيه أن هي كانت مستنية تشوف ابنها في أحسن صورة أنه هو يحصل كده وطبعا بالتأكيد زي ما كلنا عارفين عقوبة القانون يا إما هتكون مؤبد يا إما هتكون أعدام وخصوصا أن المتهم اعترب بارتكابه الجريمة الجريمة لو كانت طبعا مع سبق الإصرار والترصد من الممكن أنه ياخد أعدام وطبعا السنة المحامين اللي بيسمعونه دلوقتي ممكن يفيدونا بالموضوع دو النهاردة مع عينا مفاجآت المفاجأة الأولى تصريح والدة القاتل إيه سبب الأكل بعد تصريحها بسبب الأكل لقيت هجوم كبير جدا من الناس هنشوف هي قالت إيه صرحت والدة المتهم محمد عادل إن ابنها كانت بتربطه وعلاقة عاطفية مع الفتاة مع نايرة وبعد كده حدث بينهم خلافات الخلافات دي خلتها سابته تركته لكن هو ظل عنده الأمل علشان ترجع له مرة تانية وتقدم لها بالفعل تقدم لها مرة واتنين وصرحت والد قالت إن هم كانوا بيحبوا بعض وكانوا متفقين على الزواج وصرحت بمفاجأة وقالت قالت إن ابنها كان معتقد إن فيه حد واقع ما بينهم وإن هو هيقدر يصلحها وإن الخلاف ده هيزول في يوم من الأيام ويقدر يتجوزها من ضمن الأخبار اللي كانت منتشرة إن السكينة اللي اتقتلت بيها نايرة كانت متاخدة من منزلهم وهنا بقى قالت الأم لأ السكينة دي مش من منزلنا وأكدت إن ابنها الوحيد اللي بتحبه جدا ضع منها في لحظات وفي الحتة دي بالذات هي عندها حق وده اللي قلته لكم في أول الفيديو إن احنا بنقدم خلص التعازي للأسرتين وده لأن فعلا ابنها ضع منها في لحظات لحظات شيطانية خلت الإنسان يفكر بشكل غلط خلته يضيع أسرتين كاملين والحقيقة هنا إن المتهم بالجريمة أتى للمجن عليها نايرة اللي يرحمها عمدا مع سبق الإصرار والترصد وهو بنفسه أعترف بده مش بس كده ده أجرى كمان محاكاة تصويرية محاكاة مصورة لكيفية الجريمة واللي حصل وأكد كمان بصح الظهور وبتسجيلات آلات المرأبة واللي رصدت الواقع ونتعرف مع بعض دلوقتي أكتر على الضحية نايرة أشرف الناس كلها دلوقتي بتدور مين هي وإحكايتها بالزبط الناس عايزة تعرف مين هي نايرة إيه هي أمنياتها كل حاجة عنها تعالوا نشوف مع بعض تقريج على السريع كده هنعرف أكتر مين هي نايرة وقبل بداية التقرير بندعو لها كلنا بالرحمة طالبة جامعة المنصورة تدع نايرة أشرف عبدالقادر في السنة تلتة بكلية الأداب قسم الاجتماع في جامعة المنصورة مين موليد محافظة الغربية بيتابع نايرة على الانستجرام ما يخرج من 16 ألف شخص ودلوقتي معانا من الشرقوي إحدى صديقات نايرة طالبة جامعة المنصورة هتحكي لنا عن تفاصيل خاصة بالضحية يا يا حضرتك بل صد أشرف عامل ثلاث محاضر بل صد أشرف ده مطابلسي من ابتدائي ويطا عامل سيمنبت دائي اللي وضع بعد كده المفروض اننا نعمل الثلاث محاضر بعد كده المفروض اننا نعمله ويبعد هتديرك عليك إن شاء الله حقا هيرجع وينزي أصلا على البنت الجميلة دية الحلوة دي عسل دي ما نعرفش إحنا نعزين حقاها أبوها بيطالب بحقاها أمها بيطالب بحقاها اخوطوا بيطلبوا بحقها عمامها خلانها أرايبها منا قالت اللي عرفوا عن نايرة إنها مش بتاعت مشاكل ولا تعرف حد أصلا من المحلة وده لأن معظم حياتها مش هنا حياتها في القاهرة أغلب الوقت وكلنا طبعا عارفين إن أختها الكبيرة قالت إن هي كانت قاعدة معها كانت بالسفر بس علشان الامتحان وبسؤال الجيران عن أهل نايرة قالوا إن علتها ما بتحبش المشاكل أبدا معروف عنهم طيب الأخلاق والدها بيعمل معلما صباحا وفي الليل على سيارة أجرة وطبعا ده ما يقللش منه أبدا على العكس تماما إنسان بيحاول يرقب أسرته أما والدتها ربت منزل ولها أختين متجوزين كان معروف بقى عن نايرة الاحترام وطيب الخلق جدير بالذكر إن وقت نايرة أشرف حدثت في الساعات الأولى من صباح الأتنين حوالي الساعة عشرة أمام بوابة الجامعة أمام المرة والمعروفة طبعا باسم تشكا وفي أجز النهار حصل اللي حصل لكن الحقيقة في ناس كتير بتلوم على كل المرين إن هم كانوا واقفين بيصوروا وبسؤال طبعا حوالي أكتر من 13 شاهد قالوا إن اللي حصل ده تم في لحظات وبسرعة هو استظهول كل المرة وعلى الرغم من ذلك إن عبد الرحمن ولي الصديق نايرة حاول إن هو ينقذها لكن المتهم زق وأعلى الرصيف على بالمقام عبد الرحمن علشان يحاول ينقذها مرة تانية كان سدد ليها الطعنة التالتة واللي أودت بحياتها الموضوع ضوى طبعا خلى كل الناس بتدور برضو على مين هو المتهم لا لا ولا كنت تحب ولا أي حاجة خالص ده مجرد زميل لها في الجامعة أصديته في أبحاث في الأيام الكورونا لكنك تقعدها في الكورونا ما بتنزلش أعمل لها الأبحاث مين هو؟ إيه اللي يخليه يعمل كده؟ هل فعلا كنت رحبوا ليها إن الحب جنون هو اللي خلاه يعمل كده؟ ولا لأ؟ هنشوف مع بعض بعض النبازات عن المتهم بيدرس محمد في جامعة المنصورة في كلية الأداب عنده 21 سنة الحقيقة مش عارفة 21 سنة وبيفكر إن هو يتجوز وبيعمل كل دوة وأنا شايفة طبعا إن ده مش وقته خالص كان من باب أولى إن هو يخلص تعليمه الأول ويكون نفسه وبعد كده يبقى يدور على الزوجة الحقيقة الموضوع ده بيتكرر كتير جدا وشباب كتير جدا بتحاول ترتبط طبعا على العشرين ويمكن أقل من كده كمان بكتير والحقيقة ده شيء مصح أبدا لأن الإنسان في الفترة دي بيكون غير ناضج وبيكون كمان تفكيره متخبط بيكون لسه خارج من مرحلة مرحة تفكيره مفووش إنه دوجل كامل علشان يختار صح ده غير طبعا إنه هو المفروض يكون مشغول ببناء مستقبله تعالوا نكمل بقي كلامنا عن المتهم جيران محمد عالي قالوا إنه والده متوفي والده توفه عمره ست سنين قالوا عنه بقى عن طباعه إنه هو شخص طوائي جدا لديه أختين الأختين دول أكبر منه واتكلمنا عنهم قبل كده اتقال قبل كده إنه هم مخلصين معهم بكل رئيس علوم وبدرسه طبعا الماجستير لكن الأكبر اللي معنا النهار ده مختلفة الله أعلم بالحياة فين المهم إنه هم أكبر منه تعليمهم تعليم عالي وقالوا الجيران إنه واحدة خريجة كلية تجارة والتانية كلية الطب أضافوا كمان إنه أصدقائه كانوا سيئي السمعة وهناك شك في تعطيه المخدرات وبحسب حديث والدة نهيرة أشرف عبدالقادر قالت إن محمد هدد منتها أكتر من مرة والإنتوا شايفينه معي دلوقتي دليل إنه هو هددها فعلا وده سكرين شوت من صاحبة طبعا نييرة شايفين هتقول لها إن الولد عايز يخطبني وهددني تاني النهار ده يعني الموضوع كان متكرر الله يرحمها بالفعل هو كان بيهددها ومن الاعترافات طبعا اللي اعترفها القاتل وكانت على عكس اعتراف والدته إنه هو قال إنه أخذ السكين من بيته وكان معتاد كمان إنه هو يمشي بيها وأعترف كمان إنه هو كان مقرر إنهاء حياته إنهاء حياته وحياتها وبالتأكيد بعد ما نفس جريمته حاول المرة إنه هو ما يسيطروا عليه ملحيش إنه هو يقتل نفسه محمد قال من خلال التحيات إنه هو تعرف على نييرة من فترة بعدها بدأت تعمل بولوجر وعندها آلاف المتابعين وقال إنه هي حضرته من جميع وسائل التواصل الاجتماعي وقال كمان في التحيات إنه هو لم يكن يرى حياته بدونها ومر حوالي عام ونصف العام وهو على هذا الحال دخل محمد في نوبة اكتئاب شديدة وده بسبب بعدها عنه وهنا فعلا الحكمة اللي بتقوله من الحب ما قتل والحقيقة محمد غلطان غلطان من الأول للآخر دي حتى لو كانت زوجته وحبت تنفصل عنه مش من حقه طبعا إنه هو يقتلها والمفروض يديها حرية الاختيار وده الرسالة اللي عايزة أوجهها لأي راجل يا تعيش مع الست اللي بتحبك دي بالمعروف يا بلاش أحسن ولكن المواضيع كلها وكل المشاكل وكل الجرائم اللي بتحصل أحياناً بيبقى فيها نقاط إيجابية معانا محمد دياب مطرب أجل نزول ألبومه بسبب موضوع نيرا وكتب على صفحته الرسمية وقال إن لله وإن إليه راجون ببالغ الحزن أنعي فتاة المنصورة رحمة الله عليها وألهم أهلها الصبر والسلوان واعتزر عن نزول الأغنية النهاردة والحياة ده كان شيء جميل منه ولكن سبحان الله طبعاً تصرفات الناس في المواقف دي بيكون مختلف رئيس جامعة المنصورة نزل بس زي ما كلنا عارفين وبيأكد فيه على حدوث الجريمة برأسوار الجامعة وما قدمش أي ناعي ساعتها طبعاً لنيرا أو لأهلها حاول بس إن هو يهدي من رواد طلاب ولكن الحياة بعد الموضوع دو لقى أتاب كبير جداً على السوشيال ميديا فاضطر طبعاً لحس في البست الحياة الجريمة كانت جريمة بشعة ومؤحد شهود العليان قال قال إن إحنا اتكررنا إن في واحدة مغمية عليها ولقنا شاب عمال يضرب في واحدة ولقنا سواق نقل وقيف بالعربية ونزل حاول يلحقها علشان بس الناس اللي بتقول إنه ما فيش حد حاول يلحقها لكن الموضوع طبعاً كله مر ثواني وقال إن الشاب محمد عادل جات له حالة هستيريا وكل اللي وقفين حاولوا يلقنوها الشهادة لكن للأسف وقال كمان إن كل اللي كان وقفت صدم من المنظر حتى الإسعاف لما جات كانت البنت توفت وقال كمان هو الضرب ضربي ممكن يموته كمان حاول يتعن نفسه لكن ما ماتش ربنا يرجع حقها وإن شاء الله هنوفيكم بتفاصيل التعييات أول بأول ولحد هنا النهاردة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ننهي حلقتنا بالدعاء لنيرا ربنا يرجع حقها اللهم أمضر على قبور من اشتقنا إليها واروهم برحمتك اللهم اسقهم من قيثا ترتوي منه أرواحهم ترجمة نانسي قنقر